صبع الخير بسلام انطلقت بالفعل يوم الجمعة هنا بمدينة طنجة فعالية الدورة التاسعة عشر لمهرجان الوطني للفيلم بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ في غياب قاعة سينمائية في المستوى كفيلة باحتضان هذا المهرجان الذي من المفروض فيه أنه يتوج عمل السينمائيين المغاربة على مدار السنة إلا أن طموحات المهنيين وحسابات المسؤولين خطان متوازيان حفل افتتاح عبد الرحيم عرف تناوب المسؤولين على تناوب الكلمات مختلفة قاسمها المشترك التنويه والتهليل لهكذا تظاهر في ملاعب المهنيون دور الجمهور المنصط المصفق على واقع حال السينما المغربية وعقلية المسؤولين على حد ما تلوكه ألسنة السينمائيين هنا وهناك بعد ذلك سيغادر المسؤولون إلى أن يعودوا خلال حفل الاختتام لينوهوا بمستوى التنظيم ونجاح الدورة وهو مسلسل تتشابه أحداث حلقاته مع تعديل في الشخص تتضمن دورة مسابقتين واحدة خاصة بالفيلم الطويل وأخرى بالفيلم القصير خمسة عشر فيلم طويلا ومثلها قصير كيف تم اختيارها؟ وحدها مكاتب المركز السينمائي المغربي تعرف حيثيات ذلك وهي نفس الوضعية بالنسبة لاختيار أعضاء لجان التحكيم لجان تحكيم المسابقتين إذ تتكون لجنة تحكيم الفيلم الطويل من سبعة أعضاء ترأسهم راشا السلطين من لبنان وهي منظمة تظاهرات سينمائية ومهتمة بالفن التشكيلي لكم التعليق فيما تتكون لجنة الفيلم القصير من خمسة أعضاء يرأسها المخرج المغربي محمد مفتكر اليوم الثاني من فعاليات المهرجان عرف عرض أول أفلام المسابقة بقاعة ركسي والتي يجب عليك عبد الرحيم أن تحسن اختيار موقع كرسيك بها حتى لا تعوق بعض سواريها رؤيتك لشاشتها الكبرى التي تنفض غبارها بمناسبة هذه التظاهرة كما عليك أن تكون من الأوائل لتجد لك مكانا بها بالنظر إلى ضيقها وغياب المقومات الدنيا المتابعة فيلم سينمائي كمتفرج عادي فما بالك إن كنت مهنيا أو ناقدا أو عضوا في لجنة التحكيم وهذه قصة أخرى كثيرة هي الملاحظات المرتبطة بالتنظيم التي لم ترق لعدد من المهنيين لكن ما يهم هو هل ستقدم هذه الدورة جديدا للسينما المغربية أم أن أحلام وتطلعات سينمائيين ما بين تاسع وسبع عشر مارس ستحاول أن تصمد أمام رياح الإحباط القوية التي ستهب يوم الثامن عشر من مارس من لي غادي نفض الجمع ويدخل الجميع في سوبات إلى أن يحدد المركز السينمائي المغربي موعد الدورة القادمة أما مكان انتظامها فهو طنجة ولو طارت معزا محمد عمورة للإداعة الوطنية من طنجة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر